اشتركوا في القناة وقالت الوثيقة القطاع المصرفي المغربي على المواعيد التي فرضتها الادارة الامريكية لدخول القرار حيز التنفيذ ضد التعامل التجاري مع الوصول والاستثمارات ذات الاصل الايراني وقالت ان المهلة الانتقالية التي منحتها الادارة الامريكية التي امتدت تسعين يوما قد انتهت يوم الاثنين الماضي واضافة المرحلة الاولى لهذه العقوبات تعنا بحضر التعاملات المالية والصادرات من المواد الاولية والمعاملات المتعلقة بقطاعات صناعة السيارات والطيران التجاري